اشتركوا في القناة والقاضي بتنظيم ثلاثة وقفات احتجاجية أمام مقارات الجماعة الترابية التي لن تنضبط لإرادة الجماهير الرافضة لمشروع المنتزى الطبيعي لعطل الصغير الغربي هذه الوقفات المقاررة هي ثلاثة الأولى هي التي نخوضها اليوم والثانية مبرمجة إن شاء الله يوم 24 غشت بمدينة تزنيت والثالثة مبرمجة أمام مقار مجلس جهة سوسبسة بأقادير القبرى ولذلك تأتي كل هذه الوقفات كما قلت للتنديد بسياسة صم الآدان لهذه الجماعة الترابية لأن المادة التاسعة من القانون الذي تأسس عليه القانون التي تأسس عليه مشروع إحداث المنتزة الطبيعي لعطل الصغير الغربي اللي هو القانون 22-09 مادة نص على ضرورة إبداء الجماعة الترابية لموقفها وإلا فإن ذلك يعتبر قبولاً بالمنتزة ولذلك نبهنا ونبهنا هذه الجماعات فمنها أن أغلبية الجماعة الست المعنية بإقليم شتوك عيتبهان ضبطت واتقالت قرار بالإلغاء وسحب القرار الوزاري وزير الفلاحة إلا أن المجلس الإقليمي ليشتوك عيتبهان والمجلس الإقليمي ليتزنيت وجهة سسمة الصبل إضافة إلى جماعة الأربع جماعة الترابية هي تغمي وأنزي وسيد إحمد موسى وجماعة أمن بإقليم تزنيت كذلك ما زال ما زال موقفها متسماً بالخدلان لأنها لم تتخذ الموقف رغم رفض الساكنة بهذه الجماعات لهذا المشروع كذلك من الخروقات المسجلة إضافة وزارة الفلاحة والميهة الغابات لأربعة جماعات ترابية بشكل غير قانوني وهي جماعة الرقادة وجماعة السموكل وجماعة وجان وجماعة أي تسفل هذه تمت إضافتها دون صدور قرار يخصها في الجريدة الرسمية أمام هذا الوضع ما علينا إلا التعبير عن رفضنا بواسطة الاحتجاج ومطالبة هذه الهيئات وهذه الجماعات بإلغائها باتخاذ الموقف المطالب بالإلغاء جنا اليوم نعبره على الموقف دينا الرافض لهذا المشروع هذا دي المنتزاه طبيعي الأطلس الصغير الغربي واللي شابته العديد من الخروقات لا في المرحلة الأولى دي التنزيل ولا كذلك في تطبيق البنود دي القانون 22 07 ولمسنا لدى المنتخبين لا على مستوى الجماعات المحلية القروية ولا كذلك على مستوى المجالس الإقليمية الثلاث المعنية بهذا المشروع هذا قلت لمسنا عندهم نوعاً واحدة برودة التي لا تعكس صراحة الموقف الساكنة الرافض لهذا المشروع هذا المجلس لم يتفاعل بشكل مباشر مع مطالب الساكنة لذلك نرى بأنه في الدورات العادية لهذا المجالس الثلاث للمجلس الإقليمي للتارودانت ولا كذلك المجلس الإقليمي للشكاعت بها ولا المجلس الإقليمي للتزنيت لم يعبروا بشكل صاريح عن رفضهم القاطع لهذا المشروع لذلك جئنا لكي نطالب هذه المجالس بأن تعبر عن موقفها الذي يتماشى مع مطالب الساكنة ومطالب الساكنة في هذا الإطار هي الرفض القاطع لهذا المشروع وإلغاؤه لأنه يهدد وجودها يهدد كينونتها يهدد كذلك حقوقها يهدد جميع السوسيين على الأراضي ديال الجدود ديالنا الأراضي اللي خلقوا لجدودنا وبغوا يدوها لنا بضهائر قديمة ضهائر ديال الاستعمار وإحنا ضد هذا المنتزه المنتزه اللي اسمه المنتزه الغربي لأطلس صغير بسوس إحنا ضده والجمعية كاملة نجمو الجمع المدني الساكنة كاملة كترفض هذا المنتزه اللي بواسطه كي يحددو من الحرية ديال المواطن ديال الساكنة وبهد المناسبات نحيي جميع السكان اللي حضروا هنا باش يقولوا الرأي تاعهم فاد المشكيل هادا وإحنا ضد هاد المنتزه اللي بغوا يديروا فلاصنا في السكان تاعنا وهد السياسة ديال الدولة اللي كتتاخذها ضد سكان ديال المناطق السوس سياسة اللي كتتجعلهم إخويوا البلاد ديالهم هاد البلاد اللي الأجداد ديال مناضلوا بيها ناضلوا بدماءهم بأرواحهم إحنا تحنا هنا جينا نقولوا الكلمة تعنا وكان رفضوا رفضا تاما هاد المنتزه وهاد السياسة اللي كتتاخذ الحكومة ضد السكان ديال المناطق الجنوبية وضد السكان ديال السوس كرساء الواضحة نحن أن الوقفات الاجتماعية